بدأ تشرين الأول لكن التقصى كأنه آب اللهاب خريفنا صار كصيفنا عبارات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فقد سجلت درجات الحرارة في فلسطين ارتفاعا غير معهودا خلال الأسبوع الماضي وهو ما دفع البعض إلى تمني مجيء شتاء طويل مديد قارس البرودة ومن المعلوف أن فلسطين تتميز بأجواء معتدلة لطيفة في مثل هذا الوقت بالسنة يستغلها المزارعون في قطاف ثمار الزيتون لكن على غير العادة كانت هذه المرة عين الشمس قوية ولغم فوائد أشعة الشمس الكثيرة إلا أن تعرض لها لمدة طويلة يسبب الدوار وأمراض جلدية وغيرها من الأمراض وهو ما دفع باحثون بجامعة آرمت الأسترالية لتطوير مستشعر بسيط من الورق بهدف تنبيه الشخص إذا مكث وقتا طويلا تحت الشمس حيث يحتوي المستشعر على وجوه مبتسمة وأخرى عابسة مرسومة بحبر حساس للأشعة فوق البنفسجية تساعد على الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة فالتعبيرات المختلفة على السوار الورقي تظهر بتسلسل مع زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية مما يوفر طريقة منخفضة التقنية ورخيصة للحماية من أشعة الشمس ويضيف الفريق أنهم أنتجوا نسخا مختلفة من السوار تلائم ألوان البشرة المختلفة والتطوير هذا السوار استخدم الفريق حمض بي ام اي وهي مادة تتحول من عديمة اللون إلى اللون الأزرق في وجود حمض اللاكتيك والأشعة فوق البنفسجية ويأمل الباحثون أن تكون هذه المستشعرات في الأسواق خلال عام وتبلغ قيمتها أقل من دولار أمريكي واحد من يدري قد ينتشر هذا الاختراع في السنوات المقبلة وقد يستخدم في موسم قطاف الزيتون اشتركوا في القناة